اذا اخواني واخواتي مثل ما خبرناكم فيما سبق ان الاحلام تحمل كنيتها داخلها يعني كل حلم يحمل معانيه ورموزه التي يعنيها كأنه بصمة مستقلة عن الاخرين فلا يجوث ان ترى انت حلم ولان شخص اخر رأى نفس الحلم تعتقد بان هذا الحلم ينطبق عليك انه مختلف ربما انت غني وهو فقير ربما العكس ربما انت قوي وهو مريض ربما انت بين اهلك وعشرتك وهو مخترب بعيد يختلف فليس اذا تطابق الرمز ذلك لا يدل بان الحلم وتفسيره واحد لذلك يوجد مفسر الاحلام فلو كانت العملية عبارة عن رموز مكتوبة في كتب لما احتجتم ابدا لمشاهدة عالم رؤى ولما احتجتم ابدا الى مفسر احلام ليساعدكم لمعرفة ما تدل عليه احلامكم مختصار شديد اخواني واخواتي نوع القنص او نوع الصيد يدل على معنى الحلم بشكل عام فصيد الاسماك من البحر ليس كصيد الحيوانات على البر وليس كصيد الطيور في السماء فهنا يأخذ معنى الحلم ودلالته من نوعية الصيد الذي تصطاده فالطيور رأيتم انتم الاخوان مفسرين السابقين او بعض المفسرين الحداثة يقولون بانها غنيمة او ما الى ذلك ولكن باعتقادي انا ان الطير حتى لو استطته يبقى خبر الا اذا كان هذا الطير يدل على امرأة كبعض طيور الحمام وما الى ذلك اما طيور الصيد الحيوانات في البر فذلك يحمل معاني كثيرة فهناك فرق شاسع وكبير ما بين ان اصيد ارنبا او غزالة وما بين ان اصيد اسدا او ذئبا فهنا انا تمكنت من عدو عندما صدت الذئب او الاسد وهنا ملكت غنيمة ورزق عندما صدت ارنبا او غزالا وايضا قد يدل الغزال هنا على الزوجة الصالحة الجميلة اما الاسماك ففي مجملها في اغلب الاحيان ما لم تكن متوحشة فهي دلالة على رزق ماتي وعلى بركة في الابناء والعيال